بتفتكر أبناء النجوم والفنانين حسب رتبتهم أو مستوهن اللي فينا نقول عرف عليهم فنياً بينظلموا حسب رتبة أهلهم يعني فيه نجوم كبار أبنائهم اشتغلوا بالفن وشفناهم عم يخدوا أدوار بطولة من الأول بسنت اليوم موجودة حتنظلم بهالمستوى أو رتبة ولدة لا 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 هقولك اللي حديث بتقولي عليه إن فيه ناس أهلهم نجوم كبار قوي فطلعوا بقوا خدوا أدوار كبيرة قوي من البداية وما كملوش مثل زي مين يعني كتير كتير مش عايزة أقول أسماء مين اللي ما كملش كلهم كملوا لا ما كملوش على نفس مستوى النجومية اللي كمل على نفس مستوى النجومية دونيا سمير غانم أمي سمير غانم أحمد فرق الفشاوي أحمد السعدني دول لأنهم ما اعتمدوش في الأساس على مرتبة أهليهم اعتمدوا على الأهالي رتبة الأهل دي عملت الدفع الأولينية إنما لأنهم هم شطرين وموهوبين واشتغلوا على نفسهم كويس هم اللي قدروا يعني يستمروا طبعا طبعا بسنت هي عندها قدرات أنا أخوية نظر أنها عندها قدرات عندها قدرات أفضل مني ومن ناس كتير موجودة في الساحة هي بقى محمد إمام استمر كويس وبيعلى وبيعلى يمكن بدايته ما كانتش أنا أنت سميت الأسماء كلها دا شفت كلها سهو لا دا سهو سهو مش أكتر يعني إنما طبعا محمد إمام كل سنة بيعلى عن السنة اللي قبلها يمكن بدايته ما كانتش زي دلوقتي إنما ابتدى دلوقتي محمد إمام نجم بيشيل عمل الواحد هو بينجح بيه مش بيطلع جنب حد أو بياخد عمل ويقع به كان عندك موقف من هيسم ابن راحل أحمد زكي على يرحمه برضو ما كنت راضي عن أدائه التمثيل بوقت من الأولى في مسلسل محدد بذاته يعني وما عرفش إيه السبب اللي هو دعيني أقول أسمي المسلسل كمان يعني كان كلبش في كلبش اتنين يعني ما كنتش مبسوط كان نفسي يبقى مع أنه النقاط أشهدوا بيا؟ ما ليش تعوا برأي النقاط ده رأيهم إنما أنا بقول رأيانا وأنا متفرج متفرج عندي شكل من أشكال التزوق أو الوعي الفني أنا شايف إنه ما عملش اللي كان المفروض يتعمل يعني شخصية مهمة جدا ده الأساس في الحكاية يعني الأساس ما كانش الزابط ما كانش سليم الأنصاري ده الأساس كان هو هو اللي عنده الحدث هو اللي عنده الفعل فهو كان إقاعه طريقة الطريقة اللي اختارها ما هو ده توفيق وعدم توفيق بقى يعني إيه أنا اخترت طريقة ومحدش صلح لي في الأول الطريقة دي لا الطريقة دي مش هتحقق يبقى إيه التوفيق هنا ما ساعدنيش وبرضو توجيهات كمان من المخرج وما صنع العمل برضو كمان لا إحنا دلوقتي أولاي القاوي المخرجين اللي بيوجيهوا الممثل طيب في حد من النجوم بما أنه سيرت وتفتحت بتقل له يا ابني شغلانا دي مش شغلانتك روح وقعد في بيتك أو اشتغل في حاجة تانية من أبناء الفنانين مهما كان اسم والده كمان لا لا مش مش حضرني حد كده خالص يعني خالص رضي على الكل يعني 99% 99% طيب ممكن يخونوا بتأدير في لحظة ويرجع يعني من الناس اللي ابتدت معتمدة على اسم والدها وبعد كده هي اشتغلت على نفسها وطورت نفسها كويس جدا من المواصلين أنا بحبهم قوي دلوقتي كمان رانيا فريد شاو رانيا فريد شاو إيه من الناس اللي اشتغلت على نفسها بقى فيه لها طعم خاص بيها هي مختلف عن كل جيلة